أعلن الرئيس المكسيكي أندرياسا مانويل لوباز أبرادور أن حكومته ستعزز جهودها لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين وذلك قبيل زيارة يقوم بها مسؤولون أمريكيون يرفيعوا المستوى الأسبوع المقبل إلى المكسيك وجاء هذا التعهد بعد يوم من إجراء لوباز أبرادور محادثة هاتفية مع رئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف تناولت هذه القضية وقال لوباز أن وضع الهجرة الطارئ سيكون محور المحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين في مكسيكو اليوم الأربعاء وأكد أن المكسيك ستعزز إجراءات الاحتواء في المناطق الجنوبية عند الحدود مع جواتيمالا